تحفيزات وإعفاءات ضريبية ستستفد منها المؤسسات الاقتصادية التي تول اهتماما للبحث العلمي ولا تعتمد على الجانب الربحي فقط التحفيزات والإعفاءات جاء بها قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة تحفيزة جديدة جاءت في هذا القرار وحتى في قانون المالية الأخير هو يمنح للمؤسسات التي تقوم بإنفاق أموال من أجل البحث العلمي بأن الأموال هذه كانت مثقفة المبلغ المثقف ولكن تم رفع هذا السق بحيث أنه يسمح للمؤسسات بأنها تنفق مبالغ أكبر في البحث العلمي القرار الوزاري المشترك من شأنه أن يحفز المؤسسات الاقتصادية على استكمال مصاري التطوير والابتكار والمنافسة من خلال الاعتماد على البحث العلمي الذي تخصص له أظرفة مالية ضخمة نظرا لأهميته في تنمية المؤسسات المصغرة نظن بأن البحث العلمي اليوم ضرورة ليس في الجزائر فقط في كل عالم لما نرى بعض الدول الميزانية التي تنفق من البحث العلمي والامتيازات التي تمنح للبحث العلمي نجد بأنها مبالغ كبيرة جدا لأنه يعرفوا ما هو الدور البحث العلمي في تنمية المؤسسات المصغرة الليمبنية أساساً للبحث العلمي والتكنولوجيا مشروع استراتيجي وفرت له الجزائر كل الإمكانيات يتمثل في خلق أكبر عدد من المؤسسات الناشئة وبمثل هذه الخطوة ستتمكن المؤسسات من تحقيق مردودية أكبر بتكاليف أقل ترجمة نانسي قنقر